نظرا لقرب حلول عيد الفطر المبارك وما يتصل بذلك من تبادل العياد وفي إطار استراتيجية بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى التحول نحو الخدمات الرقمية لتوفير خدمات مارنة وأمنة فقد أطلق بنك الكويت المركزي تطبيق عيديتي بإصداره الثاني بالتعاون مع البنوك الكويتية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كينت لتتيح للجمهور إرسال واستقبال العياد بشكل إلكتروني مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أصبح بإمكانك اليوم إرسال العياد إلكترونيا وبخطوات سريعة ومرنة من خلال تطبيق عيديتي بإصداره الثاني والذي أطلقه بنك الكويت المركزي خاصة في ظل هذه الجائحة الصحية التي تفرض علينا الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي تطبيق عيديتي هي خدمة مجانية تتيح إرسال العياد إلكترونيا إلى أي هاتف نقال مسجل في دولة الكويت وهي مبادرة من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية وشركة كينت مثل ما أنتم عارفين في ظل الظروف الحالية والتزام سكان الكويت بالتباعد الاجتماعي فقد حرص بنك الكويت المركزي توفير طريقة آمنة بحيث تتيح لسكان الكويت بأداء أحد العادات الجميلة في عيد الفطر المبارك وهي التقديم العيادي وبنفس الوقت الحفاظ على سلامة الناس وخدمة عيديتي في الحقيقة أعتقد منها استراتيجية من كويت المركزي في التحول الخدمات الرقمية وتسخير التكنولوجيا في تطوير أنظمة دفع وتحويلات مالية تكون آمنة وسريعة التطبيق يمكن استخدامه من قبل الشرائح العمرية المختلفة لمرونته وسهولته وذلك بعد تثبيتي على الهاتف النقال من متجر التطبيقات وإرسال العيدية من أي بطاقة سحب آلي صادر من البنوك المحلية لأي شخص لديه رقم نقال محلي مجرد تثبيت تطبيق على الهاتف النقال بإمكان المستخدم التسجيل بطريقة جدا سهلة ومرنة وإضافة كرت بنكي إلى التطبيق من خلاله يمكن للمستخدم أن يرسل عيادي إلكترونيا رعينا في هذا التطبيق أن لا يتطلب لمستلم العيدية أن يكون له حساب بنكي فبإمكان استلام العيادي في بطاقة افتراضية بديلة للبطاقات التقليدية البلاستيكية ويمكن من خلال هذه البطاقة التسوق أونلاين أو تحويل رصيدها فيما بعد إلى أي حساب بنكي بإمكان مرسل عيدية رسالة 20 عيدية في اليوم الواحد بما بالغلاء يتجاوز إجمالي 2000 دينار كويتي بحيث يكون الحد الأدنى العيدية للواحدة دينار واحد والحد الأقصى 250 دينار كويتي يذكر أن هذا التطبيق أيضا يوفر مزايا كثيرة بالنسبة للمستلم أهمها توفير خدمة دفع إلكتروني عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية لمن ليس لديهم حساب مصرفي وأيضا الاستفادة من الخصومات المقدمة من خلال المتاجر المشاركة بالخدمة ديما دحدال تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر